أقرت لجنة المناقصات الفرعية بوادي والصحراء حضر موت في اجتماعها بمدينة سيئون برئاسة وكيل المحافظة عامر العامري مشروع التوريد وتركيب مولد كهربائي بقدرة 500 كيلو واط مع ملحقاته الممولة من البرنامج الاستثماري بمديرية العبر كما أقر الاجتماع الإعلان عن مناقصة لمشروع تشغيل وتجهيز قسمين ميكانيكا وكهرباء المركبات بالمعهد التقني الصناعي بسيئون وأقر محضر تصفيتي واستلامي وتشغيل المشروع المختبر المركزي التابع المكتب الأشغال العام بالوادي والصحراء للاستفادة من الأجهزة والمعدات الموجودة بالمختبر